كثيرا ما نقع في المعاصي والمخالفات التي نستحق بها العقوبة من الله لكن الله تعالى لا يعاجلنا بالعقوبة لأنه سبحانه هو الرفيق فرفق الله سبحانه حلمه على عباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم بما ينتفعون ويرتفقون به قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه فالله تعالى رفيق أي أنه ليس بعجول وإنما يعجل من يخاف الفوت فأما من كانت الأشياء في ملكه وقبضته فليس يعجل فيها قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ومن رفقه سبحانه خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة بقوله كن فيكون وبرفقه سبحانه يوصل إلى عباده كل ما ينتفعون ويرتفقون به في حياتهم قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن رفقه سبحانه يحلم بالعصاء ولا يعاجلهم بالعقوبة ليتوب من سبقت له العناية ويزداد إثما من سبقت له الشقاوة ومن رفقه سبحانه بعباده لم يكلفهم إلا بما يطيقون قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن رفقه سبحانه رخص لأصحاب الأعذار في ترك بعض الواجبات رفعا للحرج عنهم فمن عرف الله برفقه استحيا منه وترك المعاصي فإن الرفق بالجاني نوع من العتاب بل هو أشد العتاب لأهل المرؤات ومن عرف الله برفقه فليرفق بعباده قال ابن القيم رحمه الله الله سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء رفيق يحب الرفق فمن رفق بعباده رفق به ومن رحم خلقه رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر